كمان الخبر تاني مهم جداً يمكن بعد إجراء علي معلول بالأمس جراحة في وطر أكيليس كابتن محمود الخطيب كان حريص جداً أن يكون متواجد مع علي معلول في المستشفى وزي ما نشايفين كان على الشاشة يمكن ده خبر نشر منذ قليل على صفحة النادي الرسمية وعلى موقع النادي الرسمي وفيه حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي أمس على زيارة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الآلي بالمستشفى بعد جراحة وطر أكيليس التي أجراها اللاعب بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين واطمألنا رئيس النادي على حالة معلول وأكد على مسندته ورفع معنوياته وتوفير كافة احتياجاته العلاجية والتأهيلية على أفضل ما يكون حتى يعود للملاعب في أحسن حالاته بإذن الله وأنا عايز أأكد لحضراتكم بإذن الله ان شاء الله بعد أسبوعين هيبدأ علي معلول البرنامج التأهيلي وبإذن الله ان شاء الله تبقى لسير البرنامج التأهيلي في أقل من أربع شهور علي معلول هيكون متواجد مع النادي الآلي في المباريات الرسمية والفترة الجاعة تسمعه أخبار جيدة جدا بإشأن علي معلول واستمراره إن شاء الله مع النادي الآلي فاصل ثم نواصل اشتركوا في القناة